هذه أبرز العناوين رومان سايس لم يعتزل جامعة فوز القجاع تعلنها بخطوة سريعة لخطف إبراهيم دياز بعد تصريحات مدرب المنتخب الأسباني المنتخب المغريبي خمس تغييرات متوقعة بعد الخروج من الكان والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رومان سايس لم يعتزل أكد قائد المنتخب المغربي رومان سايس أنه باقي مع المنتخب المغربي ونشر سايس رسالة اعتدار للجمهور المغربي بعد الإقصاء أمام جنوب أفريقيا في تموني نهائي بطولة كأس أمام أفريقيا بيل كود ديفور وزد موضحا أعتدر لكل المغرب بعد الإقصاء ولدي اتقى في أننا سنعيد لهم الإبتسامة مجددا وركز سايس في رسالتي على تأكيد أنه هو القائد بعبارة وقع بها رسالتها بكابي وذكر موقع لوست أنفوس بور أنه كانت هناك محاولة لتاني سايس عن الاعتزال الدول ويبدو أنها نجحت ونوها سايس بزمله في المنتخب المغربي أشرف حكيمية قائلا لا يلومك أحد أخي نحن معك دائما ووصف سايس أمين عدلي بقوية الشخصية قائلا احترامي الكبير لك توجدك معنا رغم ما مررت به هو مثال للقوة والشخصية جامعة فوز القجاع تعلنها بخطوة سريعة لخطف إبراهيم دياز بعد تصريحات مدرب المنتخب الأسباني قالت صحيفة العربي الجديد أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسرع إجراءات ضم لاعب نادري المادريد الأسباني إبراهيم دياز للصفوف المنتخب المغربي لكرة القدم وفي هذا الإطار ذكرت ذات المسترى أنه حصل على معلومات تشير إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع سيتكلفه شخصيا بملف اللاعب إبراهيم دياز ويريد ضمه لمنتخب أصد الأطلس في أقرب وقت ممكن كونه معجبا بطريقة لعبه بالإضافة إلى حاجة منتخب المغرب للاعب بمواصفات نجم الفريق الملكية قادر على التسجيل وفي الوقت الذي يستأنف أحد مسؤولي الجامعة المغربية تواصله مع اللاعب إبراهيم دياز فإذا القجاع ومباشرة بعدما سيجتمع مع المدرب وليد راقراكي لتقييم مشاركة المنتخب المغربي في نهائية بطولة كأس أمم أفريقي الأخيرة وتحديد الأسباب الحقيقية التي عجلت بإقصاء زملاء الحرس ياسين بونو سيعمل على توجه بوصلته لملف اللاعب إبراهيم دياز كي يتم تجهيز أوراقه القانونية حتى يتمكن اللاعب من تغيير جنسيتها الرياضية من الإسبانيا إلى المغربية ويشارك رفقة منتخب المغرب في المباراة القادمة التي تخص تصفية نهائية بطولة كأس العالم 2026 يذكر أن اللاعب إبراهيم دياز بات يتردد في الأوينة الأخيرة كثيرا على عدد من المدن المغربية إذ شهد في شمال المغرب في مدينة طنجة وأيضا في مدينة مراكوش في أكتر من مناسبة كما تفعل مع الجماهير المغربية من خلال تلبية طلبها بالتقاط صور معها في انتظار أن يصبح لعبا رسميا في منتخب المغربي المنتخب المغربي خمس تغييرات متوقعة بعد الخروج من الكان بعد الإقصاء المفاجئ من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية 2023 يواجه المنتخب المغربي مرحلة جديدة تتطلب تغييرات جدرية استعداد للاستحقاقات القادمة أولها القيام بتغييرات جوهرية على مستوى التركيبة البشرية عبر إعادة تقييم حقية بعض اللاعبين في تمثيل المنتخب وإفساح المجال لللاعبين الشباب للتعزيز صفوف الفريق إضافة إلى اعتزال بعض اللاعبين المخضرمين ثانيا إعادة توجه بوصلة المبارية الدولية والتركيز على مواجهة منتخبات فريقية من دول جنوب الصحراء والابتعاد عن خوض مبارية ودية مع منتخبات من أمريكا الجنوبية ثالثا الاعتماد على المواهب الشابة من المنتخب المغربي تحت الثلاثة والعشرين عاما من أجل تكوين منتخب للمستقبل قادر على المنافسة على كأس أمام أفريقيا 2025 وضمن التأهل لكأس العالم 2026 الإدريسي مساعد عموتا الأجواء في قطر تشبه إنجاز المغرب في المونديل وأبناء وطننا أدخل الأردن في تاريخ كأس أسيا عبره شام الإدريسي مساعد مدرب منتخب الأردن عن صعادته بعد تأهل النشام إلى نصف نهائي كأس أسيا اترى الانتصار على طاجريكستان بهدف السفر وقال الإدريسي في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك مبروك يا أحباب الله أنصفنا وشرفنا الأطر الوطنية المغربية أبناء الوطن استطاعوا إدخال الأردن إلى التاريخ ببلغ نصف نهائي كأس أسيا لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية وأضف هذا الإنجاز غير مسبوق سهم فيه الكل وشكرا على الدعم للجمهور الأردني في المباراة وطيلة المنافسة وشكرا لكل من سندنا وشكرا على مجهودة اللاعبين والأطر وتبع نتمنى أن تستمر القصة والأفرع هنا في قطر فصراحة تذكرون هذه الأجواء بمشاركة المنتخب المغربي في المونديال ووصل الحمد لله أبناء المغرب يتألقون ويجتهدون ويعطون الدروس والعبارة على أن التفاني والإخلاص وحسن النوايا تعطي نتائج بتوفيق من رب العالمين واختتم رسالته بالقول نتمنى أن نلقاكم في المباراة النهائية إن شاء الله سيس نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الإقصاء لدي اتقى في هذه المجموعة وفي المدارب من أجل إعادة البسمة للشعب المغربي عبر عميد المنتخب المغربي رومان غانم سيس عن خيبة أمله الكبيرة بعد الإقصاء من ثم نهائي كأسي أمام أفريقيا الكوديفورة 2023 مؤكدا أن النخبة الوطنية ستعود أقوى خلال الاستحقاقات المقبلة من أجل إسعاد الشعب المغربي ونشر السيس تدونة عبر حسابها الرسمي على موقع أنستغرام قل فيها لقد مرت أيام منذ إقصائنا ولكن لا يزال من الصعب وصف الموقف بالكلمات نشعر جميعا بخيبة أمل كبيرة بسبب نتائج بطولة كأس الأمم الأفريقية التي انتهت قبل الأوان بالنسبة لنا وتابع أود أن اعتدر لجميع المغرب الذين يشعرون بالحزن والغضب اليوم بعد هذا الفشل وأشكركم أيضا على دعمكم المشروط في الصراء والضراء لقد كانت مساعدتكم دائما تمينة بالنسبة لنا نحن اللاحبين وقوة إضافية في مواجهات الصعوبات والشدائد لقد قدمنا كل شيء من أجلكم ومن أجل المغرب لكن لم يكن كافية للمضي قدما نحن عائلة نفوزنا معا واليوم نخسر معا نتحمل المسؤولية الكاملة عن خيبة الأمل هذه أنا أولا كقائد يجب علينا الآن أن نستوعب الأمر ونمضي قدما من خلال العمل مرارا وتكرارا لتحقيق أهدفنا والنهوض من خلال البقاء متحدين مع بعضنا البعض ووصل لدي التق في هذه المجموعة وفي المدرب وكذلك في الطاقم وفي هذه العائلة المليئة بالصفات والسمات من أجل إعادة البسمة والفرحة للشاب المغربي ولعشاق كرة القدم العظمى الذين يتصحقون أكثر مما نقدمه لهم وزاد أشرف حكيمي أنت بطلون يا أخي لن يلهمك أحد فمن لا يطلق النار لا يخطو أبدا نحن معا دائما أمين عدلي احترامي الكبير لك تواجدك معنا رغم ما مررت به هو مثال للقوة واختمسي استدوينته قائلا إخوتي اللاعبين أنتم تعرفون مسبقا نحن معا مهما حدث شكرا جزيلا مرة أخرى لدعمكم فخور أكثر من أي وقت مضى بكوني مغربيا يشار إلى أن المنتخب المغربي كان قد أقصي من ثمن نهاء المسبقة القارية بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدفنا للسفر في المباراة التي احتضناها ملعب لورانبوكو بمدينة سان بيدرو الإفوارية